وما زال الحديث عن غياب علي معلول نجم الأهلي عن حفل استلام النادي الأهلي لدرع الدوري بيحظى باهتمام بمتابعة تسالات كتيرة داخل أروقة النادي الأهلي خاصة مع ظهور تفاصيل وظهور تقارير جديدة بيتشير إلى حصول اللعب على توصيات طبية بالغياب عن الاحتفالية ليه؟ لتجنب التعرض لأي إصابة بسبب الإزدحام داخل الملعب عقب انتهاء مباراة جرمهياء ده ما قيل وكعادتنا هنا في رقم عشرة بنتوجه إلى مصدر داخل النادي الأهلي بنستفسر منه عن هذا الأمر اللي نفاه تماما المصدر قال هذا أمر مضحك جدا مفيش أي حالات من الكر والفر داخل أرضية الملعب يعني عقب انتهاء مباراة جرمهياء وأثناء الاحتفال بالدوري ومن ثم كان فيه مخاوف بتعرض اللاعب لأي مشحنات بسبب الاحتفالية قد تؤثر على إصابته ده طبعا أمر غير صحيح بالمرة نقلا عن المصدر قال كمان البعض ردد أن طريقة دخول معلول إلى أستاذ القاهرة حال حضوره قد تؤثر على اللاعب بشكل سلبي أكد أن برضو ده أمر عاري تماما عن الصحة أنه سيكون متواجد مع حافلة الفريق اللي ستنتظر اللاعب واللاعبين والجهاز الفني أمام ممر أستاذ القاهرة المؤدي للملعب الأمر لن يكون مرهق تماما المصدر داخل النادي الأهلي بيأكد على ما تم ذكره هنا مع زميلنا كريم رمزي من يومين تحديدا البعض تناول الأمر أن معلول غاضب ليه بسبب عدم التكديد ليه وعدم قيده في القائمة لحد الآن لحد هذه اللحظة علي معلول لم يتم قيده في قائمة النادي الأهلي المشاركة في الموسم المقبل وهو أمر محسوم وغير مطروح للنقاش علامة استفهام كبيرة أمام مسؤولي النادي الأهلي وأمام مارسل كولر بعدم قيد علي معلول حتى اللحظة علي معلول قيمة قامة أعطى لي النادي الأهلي الكثير والكثير يعني البعض كانوا يلقبوه بأنه صاحب الملعب وصاحب الكرة في النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر